معنا من تونس الناشط السياسي والمحامي حازم القصوري أستاذ حازم مرحبا بك معنا إذن طالما كانت مصادر تمويل حركة النهضة تثير جدل واسع في تونس وطالما سعت النهضة إلى إبعاد الجدل عن هذا الموضوع وأيضا ربما تسعى جاهدة لتغييبه عن الرأي العام التونسي برأيك في وفق تصريحات الوزير السابق محمد عبو هل ستحرك المياه الراكدة إن صح القول هل سيكون لها أي الصدى مساء الخير من تونس ثابت أن السيد محمد عبو وهو وزير وله صفة محامي يعني دارس قانون وإن حرك الدعوة العمومية بخصوص ملف فساد يعني موجود فيها حركة النهضة فإن هذا التحريك هو جدي وأعتقد بعد عزل وإيقالة وكيل الجمهورية بتونس المحسوب على الحركة بالتالي يمكن أن تكون التعامل مع هذا الملف بشكل جدي ولعل كذلك إقالة يعني رئيس لجنة مكافحة الفساد هذه اللجان التي تصهر على يعني تعقب يعني ألامها للفاسدة وشبهات الفساد كذلك معنية بهذا الملف لجنة التحليل المالية التي في البنك المركزي التونسي بالتالي اليوم أكثر من أي وقت مضى حكومة المشيشي التي يعني استلمت مقاليد الحكم اليوم في تونس مطلوبة بتحريك هذه الملفات وإن كان لهم يعني رؤية وفكرة إصلاحية لتعقب أي أن كان متى ثبت تورطه في فساد أو تضارب مصالح أعتقد أن يعني حكومة الفخفاخ يعني انتهت لوجود شبهة تضارب مصالح فما بالنا وأن حركة سياسية يعني موجودة في حركة سياسية موجودة في دفة السلطة يعني وصلت بانتخابات مزورة أو وصلت بإيجاد يعني مانحين ميتين كما جاء في تصريحات السيد عبو هذا خطير وخطير جدا يعني لو سربه أو قاله مواتا عادي تمر مرور الكرام لكن هذا وزير سابق ورجل قانون طيب ولكن ما يفرد نفسه الآن هو لماذا لم يفصح عن هذه المعلومات وهذه الأدلة عندما كان في منصبه أعتقد أن المسألة يعني محمودة متى ثبت أن يعني صرح بهذا حتى وأن وهو خارج المنصب المهم هو في تحريك الدعوة العمومية وفتح الملفات يعني من أي كان سواء نيابة وهي تستمع إلى يعني السيد عبو والوزير السابق أو الحقوقي أو لجنة الفساد التي تتعهد بهذه الملفات وخاصة وعنها على رأسها اليوم قاضيا السيد عماد بخريس الذي استلم مهامه ويفرس له في تحريك هذه الملفات وحالتها بأسرع ما يمكن وخاصة وأنها تلقي بذلاله على المشهد السياسي وهذا يعني وهذا الظلال ستؤثر خاصة سلبا باعتبار كيف لك يعني أن تشارك في الانتخابات وتستعمل أموال يعني فاسدة فهمت هذا ختير وخاصة وعديد المنظمات تتعاقب وتراقب هذا ما الفاسد وشقوق وشبهات بشأن المصدر ولكن ما هو هذا المصدر مصدر تمويل النهضة الحقيقة ما أعتقد أن الوزير أكيد يمتلك الملف برمته وهو من حرك هذا الملف بالتالي التحقيقات التي ستفتح وتكون تباعا سنتمكن من تفكيك أي مصدر خاصة هناك شبهة تمويلات قطرية هناك شبهة تمويلات تركية وأكيد النهضة يعني حزب كان يعني في السرية وكانت له أموال في أوروبا وبلجيكا هذا يعني شكوك وهذه يعني شبهة الفساد تحقيقات وحدها الكفيلة في التفكيك كل هذا برمته وخاصة وأنا تونس تنخرت في هذا المجهود الدولي لتعقب فهمت يعني الأموال الملوثة أو المتأتي من الإرهاب أو الأموال التي يعني وقع استعمالها في الانتخابات يبتلي الفساد المالي السياسي نعم شكرا جزيلا لك من تونس ناشط السياسي والمحامي حازم القصوري شكرا جزيلا لك